أن الدين في النهاية في النهاية ظاهرة اجتماعية هي جزء من السوسيولوجيا هو أصلا حتى هناك فرع في السوسيولوجيا اسمه السوسيولوجيا الدينية اللي هو علم الاجتماع الديني فأقول أن المجتمع هو الذي يحرك تطور الإديان حركة المجتمع التي تتضمن الاقتصاد والسياسة والسيكولوجيا والفنون والفكر والثقافات والأداب كلها تتحرك ويتحرك الدين معها الدين ليس بمعزل كما نتصور عن مكونات يعني ما نسميه المكونات الحضارية وأنا أحصيتها في كتبي هناك خمسة عشر مكون للحضارة الدين واحد منها الدين جزء واحد من خمسة عشر مكون كلهم يتحركون مثل بالضبط مثل الماكنة التي مكونة من أكثر من شيركل وبرغي وكذا تتحرك بوشائج متواترة وطبيعية ولذلك فإن الظاهرة الدينية أو الدين في أي مجتمع يتحرك وفق حركة المجتمع المعقدة في كل جوانبها ونواحيها ومع ذلك نحن قد نجد طريقة ما في الحركة والحقيقة أنا بالصدفة وأنا أشتغل في هذا الموضوع وجدت أن دائما أن الأديان مقسمة بالأساس إلى أحقاب تتناسب مع الأحقاب التاريخية يعني هناك منجة نظري هناك ما يسمى بالمعتقدات الدينية ما قبل التاريخ ليست أديان يعني هي مجرد اعتقادات بسيطة يعني لم تتشكل بعد مكونات الدين الثمانية وأنا دائما أحكي عنها هذه أن هناك لكل دين ثمن أربع مكونات رئيسية هي هذه الأساس طبعا وأربع مكونات ثانوية هي هذه المكونات وهي تخوض داخل المجتمع حسنا ما قبل التاريخ كانت هناك مكونات متناثرة هنا وهناك لم تكتمل بعد لكن مع بدء التاريخ اللي هو 3200 قبل الميلاد إلى ما يقرب من 476 ميلادي هذه حقبة تاريخية مهمة جدا اسمها التاريخ القديم هذه التكمن فيها الأديان القديمة الأديان القديمة لها قانون في التطور لا يشبه قانون تطور الأديان الشمولية أو السماوية اللي هي الأديان الوسيطة يعني تطورها يختلف الحقيقة ليش لأن إحنا الدين مرتبط بالقومية في التاريخ القديم يعني كل قومية لها دين البابليون لهم دين اسمه الدين البابلي وعلى رأسه الإله مردوخ الآشوريين لهم دين اسمه الدين الآشوري وعلى رأسه الإله آشور السومريين مرتبطين بالدين السومري وعلى رأسه إنليل المصريين دين مصري وعلى رأسه يعني الدين يشبه لون القومية يعني الدين هو الوجه الآخر للقوم يعني الدين والقومية يتبادلان التشكيل تشكيل ذلك المجتمع ولونه طبيعته تكوينه لكن عندما جاءت الأديان السماوية أديان الشمولية نسميها أيضا أديان الوسيطة اللي هي من حيث تعداد أربعة أديان حقيقة البوجية في الشرق الأقصى يعني في مناطق الصين والهند وفي منطقتنا اليهودية والمسيحية والإسلام هذه الأديان اللي طلعت بها دول وامبراطوريات هي ثلاثة البوجية تشكلت امبراطوريات بين الصين والهند والمسيحية تشكلت الدولة البيزنطية والدولة الرومانية المقدسة والإسلام شكل امبراطوريته المعروفة من الحدود من الهند من منتصف يعني الهند إلى يعني تقريبا الأندلس في هذا وطبعا لا توجد هي حالة الناس تضيف أيضا بالمناسبة أريد أن أشيرها تضيف قداسة لهذه الامبراطورية الحقيقة لا يوجد شيء مقدس في هذا الموضوع كل هذه الامبراطورية السرعانة ما تفككت وتحولت إلى دويلات وامبراطوريات صغيرة يعني الدين الإسلام على اسمه الامبراطورية الإسلامية بمجرد رأسا هي فيها دولة عباسية دولة أموية دولة أندلسية دولة فاطمية دولة عثمانية يعني دولة سامانية يعني هي تتشكل فيها تتفكك ووحدة بالمناسبة وحدة عدوة للآخر يعني بناء إلى أن هذه الدول الحقيقة هذه كأنها دول يعني امبراطورية دنيوية كأنها ليست الدينية فعلا لأنه هي سلكة سلوك عادي يعني مثل الامبراطوريات السابقة واللي بعدها معانا شن الفرق يعني أقصد من كلامي أن هذه المرحلة الوسيطة كان لها شماتها الخاصة ثم جاءت المرحلة الحديثة التي لها شمات تطورية في الدين خاصة أيضا فالحقيقة اكتشفت أنا أن هناك تحول يعني لماذا أصبحت الأديان المتعددة أديان يعني التوحيد هو الذي غلبها وضمها له لماذا اكتشفت أن هناك ثغرة أو جنريتر هو اللي عمل هذا التحول وهي الأديان الباطنية أو التيارات الباطنية والغنوصية بالذات هي اللي هي اللي عملت هذه الطفرة ثم الأديان التوحيدية جاءت بالتوحيد طبعا أنا أتكلم كرجل يعني أمامي يعني يعني شيء تطوري يعني ما هنا لا أركن أنا للأديان في التفسير لا أنا أركن العلم الأديان فعلا في التفسير ثم الأديان رجعت من جديد تهتم بأشياء أخرى غير التوحيد المطلق يعني بدأت أديان طبيعية وأديان تهتم بأمور أخرى وبروحانيات وبثيوصوفيا وإلى آخره ونرجع كيف تحولت هناك أيضا جنريتر آخر اكتشفت أن هذه الأديان هناك أديان يعني قد سابقة يأتي هذا الجدل الذي يحول ثم تنتج أديان جديدة وهكذا أسألك بالله لماذا هذا الإنتاج المتدفق للأديان إذا كان هناك دينا واحدا هو الذي يعتقد بالحقيقة المطلقة يعني هو معه الحقيقة المطلقة وهذا يحيطنا إلى سؤال آخر أن كل دين مستحيل هناك دين إلا ويرى أن الحقيقة معه أما الآخر لا يمتلكه وهذا الموضوع سيبقى قائما لزمن طويل جدا إلى أن ربما يأتي يوم فالإنسان يضع كل هذه الخلافات الأديولوجية في الأديان في مكان ما ويرى بأن الله هو المعبود بدون هالخلافات هذه ذات الطبيعة الأديولوجية والقومية بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر